الآن معنا أحمد مصطفى الكاتب الصحفي سيد أحمد أهلا ومرحبا بك من خلال ما يتم إصداره الآن ممدى القلق برأيك حول صحة الملكة إليزابيث يعني كما ذكر كل ضيوفك تقريبا ليس هناك قلق سياسي لأن العائلة المالكة وخاصة الملكة إليزابيث خلال فترة حكمها الممتد لعدة عقود طويلة كانت ربما الأكثر حرصا على الحفاظ على هذا التقليد أن تظل الملكية بعيدة تماما عن السياسة وكل ما تقوم به من مهام هي مهام إلى حد ما تشريفية سورية شكلية لا تتدخل على الإطلاق في عمل السلطات التنفيذية والتشرعية أو القضائية القلق الأساسي هو أن الملكة إليزابيث يعني عاشت مع البريطانيين أجيال وبالتالي سيكون هناك حزن عام في البلاد المسألة إنسانية أكثر منها سياسية ما أبرز الترتيبات التي ستحصل سيد أحمد؟ هناك خطة معدة أنت ذكرت اسمها من قبل وهي سقوط جسر لندن هذه خطة معدة منذ فترة طويلة وكشفت عنها كثير من وسائل اللنباء في السنوات الأخيرة وهي تمت تحت إشراف الملكة كل شيء معد بدقة شديدة جدا ماذا سيحدث؟ من سيبلغ في البداية؟ كيف ستتم المراسم؟ سواء كانت الملكة في لندن أو في وينسور أو في بالمورل ماذا سيحدث؟ كل هذا معد ومرتب بشكل دقيق تماما لا أتصور أن هذه الخطة سيطرع عليها تغيير ستتم كل الأمور حسب التقاليد المرسومة التي وضعت على أساسها هذه الخطة فيما يتعلق بالنقل الجثمان في حالة الوفاء لقدر الله أيضا مراسم الدفن إعلان حدد أم لا تنصيب الملك الجديد وليل عدد الأمير شارلز كل هذه الأمور معدى سلفا حتى مسيرة الجنازة حتى يعني إلقاء نظرة الوداع من قبل الناس أو من قبل البريطانيين أو من قبل أي وفود أجنبية ماذا عن حضور القداس سيد أحمد سواء كان للوفود القادمة وحتى للداخل البريطاني هل تفاصيل واضحة أيضا حول ذلك؟ بالطبع هناك دائما خطة ربما هذا الجزء من الخطة يعدل على حسب أفراد العائلة المالكة إذا خرج توفي أحد منهم يعني مثلا في الخطة القديمة كان هناك مكان للأمير فليب الأمير فليب توفى وبالتالي هذه التعديلات الطفيفة تتم دائما على الخطة لكن أساسيات الخطة موجودة بالنسبة للقداس في وسط منسترعابي الملكة أيضا إلى جانب أنها ملكة بريطانيا رأس الحكم في البلاد هي رأس الكنيسة الإنجليكانية وبالتالي هذا القداس لا يحضره فقط أسكف كانتر بريب بعتبره تالي في الترتيب في الكنيسة الإنجليكانية ولكن أيضا تحضره وفود من الطواف المسيحية الأخرى الكنيسة الموجودة في بريطانيا أو من خارجها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر